اشتركوا في القناة احدثت غضب كبير لماذا كل هذا الغضب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مساء الخير أحمد لك والمشاهدين الكرام دعني أشير في البداية لأن هذه ليست الحادثة الأولى التي تفقد فيها عائلة أردنية طفلها بسبب الإهمال أو بسبب التقصير من قبل وزارة الصحة هناك كثير من الشواهد وكان آخرها ما حدث للطف الأمير الذي توفي كما تفضلت يوم الأربعاء الماضي أمير أحد عشر عاما يعني كان يعاني من مرض التليف الكيسي وهو مرض لا يوجد له علاج في المملكة ناشد والده ووالدته على مدى عشرة سنوات كما قالوا وزارة الصحة من أجل أن يتم علاجه في الخارج لكن هذا لم يتم والدة أمير قالت أن وزير الصحة كان قد قال لها بأنه إذا أراد أن يرسل أمير إلى الخارج فأنه سيضطر إلى إرسال جميع المرضى بهذا المرض أو بالأمراض التي لا يوجد بها علاج في المملكة للخارج وهذا تكلفته باهظة على الدولة وزير الصحة نفى هذا الكلام الذي أثر غضب الأردنيين الذين تفاجأوا بأن يكون رد مثل هذا الرد من قبل وزير صحة وخاصة أننا نتحدث عن الصحة والتي تعتبر هي حق كفله الدستور وليست منا أو مكرمة من أحد اليوم نتحدث عن ضحية جديدة كما يرى الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمير الذي يعاني من مرض وراثي هذا المرض مع الأسف أفقده حياته وكان سببا على مواقع التواصل الاجتماعي أن يخرج وسم أمير رفاعي ويتحدث كثيرون على هذا الوسم نقرأ بعض التغريدات نبدأ مع سندس سندس كتبت تقول التمادي والاستهتار اللي وصلت له الحكومة بحق المواطن الأردني مش معقول لا معيش ولا صحة ولا تعليم ولا حتى أمن وأمان وخايفين علينا من كورونا تتساءل إكيالي يقول اليوم يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي ويبكي الأردنيين طفولة أمير رفاعي الذي توفاه الله أمام أعين المسؤولين أما هشام يقول يمارس الوأد في عصرنا الحديث عندما يهال التراب على كرامة وأحلام مريض استنجد بالحكومة والوطن لإنقاذه ولم يجد أحدا يستجيب له بل يتم الرد على أمه أنه سيكلف دراهم معدودة ستنقص بل ستنقص من جيب الفاسدين لذلك لا يمكن علاج أمير وأخيرا إلى حسن يقول قتل الطفل أمير وغدا سيقتل أطفال نتباعا اليوم لك وغدا عليك في ضل حكومات لا هم لها إلا نهب ما تبقى في جيوب المواطنين ليصبح المواطن أرخص ما تملك ليس فقط أمير من سيشكيكم بل كل الشعب الأردني وكانت فعلا معاناة أمير حاضرة في أذهان الأردنيين والفيديوهات التي خرجت عندما قال أمير في آخر فيديو انتشر على وسائل التواصل الشماعي بأنه سيقول كما تحدث تحديدا بأني سأقول إلى الله كل شيء في إشارة إلى عدم المبالاة بحالة أمير المرضية أمير المرضية